هنكمل شرح قبل تقرير أم الكل ما هو عيد الأم النهار ده برضو سأنا عارف زمايلي يحبوا الحاجات دي قوي ما استنوا بقى ما تدخلوناش حد من أصدقائنا هنعارف صاحبي الدكتور علي الإدريس ينفودي بقى موجود برضو معنا على التليفون هنتكلم ونرشح طيب احنا وصلنا لحد فين يا سادة كرام إلى أنه البنك المركزي راح جاي أسف البنك الفيدرالي الأمريكي هنا اهو بلاد العم سام أونكل سام طيب أونكل سام ده زود في يناير خد بالك قبل الحرب الحرب كانت إمتى في 24 فبراير 22 لكن الفيدرالي الأمريكي زود الفيدة ربع في المية في يناير 22 يعني قبل الحرب بشهر الله ده شهر وشوية ليه زي ما قلتلك هو ما يعني ما يعنيه الدولار لا يعنيه دينار ولا جنيه ولا يورو ولا الجن الأزرق هو مش عاوز غير دي بس بس طيب الزيادة دي اعلقتها بينا يا جماعة عشان أنت بتسأل العائل بتاعت الإخوان أو البعض بيأتباننا وجهة نظرهم عمياني كده يقول لك الاقتصاد المصري هاش احنا بقالنا ثلاثة أيام الاقتصاد المصري هاش بصوا ترجعنا لـ 2016 هو احنا ما رجعناش لـ 2016 خالص تقولي إزاي ده سعر الدولار وحدة وحدة تاتا تاتا اتقل لما يحصل حاجة تؤدي إلى أنه إيه أنت هنا لا لا لوحدك كل ده 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 كل ده هيتضرب وهو الضرب طب إزاي في حاجة اسمها هوت ماني مال ساخن يعني إيه المال الساخن يعني المستثمر اللي بيبقى عاوز يحط فلوس في السندات وقزون الخزانة اللي هي بقى إيه بتبقى أجل شهر أجل ثلاثة شهر أجل ستة شهر أجل سنة فالسندات وقزون الخزانة دي في الدنيا كلها لها سعر فايدة طيب لما يبقى سعر الفايدة مثلاً مثلاً سبعة في المية تلاتة في المية أي أنت قول تلاتة في المية هنا هو طيب أول ما نرفع سعر الفايدة بتاعي بقت بدل 3 بقت 3 وربع إيه اللي يحصل؟ طبيعي إن المال الساخن المستثمر بتاع المال الساخن ده بتاع هيتن ران خش اضرب خد فلوس واطلع يجري لا بيفرق معا اقتصاد الدولة اللي بيستثمر فيها ولا اللي حاطت فيها أزون خزانة أو شاري منها أزون خزانة ولا ديول هو بيدور على إيه؟ مصلحته بس ملوموش مش دي قصتي فالمال الساخن هنا يبدأ يحصل إيه بقى؟ ينتقل من كل اللي انت شايفه ده كل اللي انت شايفه طيب الأكثر تأثرا دايما إيه؟ اقتصاديات ناشئة اقتصاديات ناشئة اقتصاديات جديدة إحنا في مصر ينطبق علينا المقولتين ناشئ وجديد تيجي تقول لي جديد إزاي مصر عمرها 8000 سنة يوسف أقول لك آه بس إحنا الهيكلة الاقتصادية بدأناها في 2014 فأنا اقتصاد ناشئ أفندم وأنا اقتصاد جديدة أفندم اللي كان بيحصل قبل 2014 ده أي كلام يا عبد السلام أي كلام وخدعوك فقالوا الاقتصاد المختلط وخدعوك فقالوا اقتصاد حر وخدعوك فقالوا بلاوي يحصل إن الهوت ماني يبدأ هنفترض في بلدنا مثلا ما هو أكيد إحنا عندنا سندات وقزون خزانة مركز معايا يا شحاتة شان ده المصلحتك شحاتة محوش 3000 جنيه هوت ماني فاهههه items M Is من هنا يمشي bureaucحت يروحíamos على أميركا الهوت ماني يبدأ يتحرك من هنا بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رهوت ماني فيه الصين اللي هي تاني أقوى اقتصاد في العالم من أكبر المستثمرين في أزون وسندات الخزانة الأمريكي فلما يلاقي أنه البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفايد هيعمل إيه؟ هيزود حجم أزون الخزانة اللي بيشتريها من أمريكا فتبدأ الأموال تنتقل من كل حتة في الدنيا وتروح على هنا أموال انتقلت فتحصل هزة اقتصادية هل هذا يعني الأمريكان في شيء؟ ولا ليهم دعوة؟ هما بالنسبة لهم أشطب على العالم أنا عايز الدولار بتاعي يبقى مظبوط يبقى أنت هنا بقى فهمت احنا جايبين الحكاية دي ليه؟ وليه حكيت لك قصة البنك الفيدرالي عشان تبقى فاهم أنه القرار اللي خاده البنك الفيدرالي الأمريكي برفع ربع في المية أدى إلى ألبان في الدنيا أدى إلى بركان فوران ثوران سميها زي ما تسميها الهوتماني يبدأ يتحرك ويجري بسرعة ويروح على هذه البلد طيب وليه ما يفضلش عندنا يا يوسف؟ هو عطولي روحاتة المقارن وهي منطقية يقولك أيهما أقوى لاقتصاد الأمريكي ولا اقتصاديات الشرق الأوسط لاقتصاد الأمريكي أيهما أكتر استقرارا الاقتصاد الأمريكي ولا اقتصادات الشرق الأوسط الحقيقة لاقتصاد الأمريكي طب مين أكبر الاقتصاد الأمريكي؟ حيلو فهيبدأ يتحرك طب هل ده معناه ان انت اقتصادك هاش اقتصادك كان هاش قبل 2014 اقتصادك كان ضعيف اقتصادك كان بالسالب قبل 2014 هتجي تقولي اذا احنا كده بصدد العودة الى 2016 تاني ما يا جماعة شوف سعر الدولار بقى بكام ده بقى ب18 جنيه 45 قرش شفت اهو كانوا بيتحاكوا علينا فيش حاجة حصلت اتحك عليك في ايه هو انت في 2016 كان عندك هذه المساحة من الرقعة الزراعية لأ طب لاش في 2016 كان عندك عدد المصانع دي لأ طب لاش في 2016 كان عندك هذا الحجم من المدن للي انت بدأت تتوزع فيها السكان هي القصة في توزيع السكان او القصة في خلق فرص عمل فهل كان عندك قدر على خلق فرص عمل بهذا الحجم 2016 برضو لأ هل كانت عائداتك في قناة السويس وموسوكية العالم في قناة السويس فظل ان احنا بقى هنا في هذه النقطة العظيمة من ارض مصر في سين احنا كنا بنحارب ارهاب قاتل غاشم قبيح في سيناء هل النهاردة الوضع في سيناء زي الوضع في الوضع 16 طبعا لا العكس تماما من وضع مكانش في سيناء بالمناسبة يعني هو كان في الثلاث مدن بس دي كانت السمعة العالمية يقول لك سيناء مصر فيها مشاكل ابعد دلوقتي لا ما تبعدش على حاجة خالص وانا ذكرتلكم فيه بنك دولي كبير جدا واخد قرار انه هنفتح في مصر في شهر 9 ولسه اجراءاته شغالة يعني هو بيفتح فيه بنك تاني عربي او مؤسسة مالية عربية واخد قرار انها تخش تضخ استثمارات في مؤسسات مالية مصرية ده معناه ايه؟ معناه ان انت الاقتصاد بتاعك في هذه البقعة الرائعة المقدسة الجميلة مقدسة اه طبعا مقدسة ونص كمان يا راجل ده سي ربنا تجلى في حتة واحدة بس في الدنيا عندنا يعني في مصر طيب فهذه البقعة المقدسة مصر جاذبة الاستثمار طبعا طبعا بالحقيقة اقول رقم انا اولا مرة قلتلك حاجة ما طلعتش من كبريات المؤسسات الدولية على مستوى العالم انا ما بقولكش لها قرارات ولا تصورات بيقولها واحد راجل زي حالاتي ولا البنك المركز المصري ولا وزارة المالية ولا وزارة التخطيط ولا مجلس الوزراء انا بقولك العالم هو اللي بيقول كده مش انا اللي بقول وبالتالي بتلاقي الموسوقية مثلا زادت في قناة السويس فعشان كده عائداتها وصلت المعدل التاريخي الموسوقية زادت في الاستثمار فتلاقي ليسا فيه ضخي استثماري لحد اللحظة اللي احنا فيها دي القصة كلها في رفع سعر الفايدة بطبيعة الحال لازم هنا بقى البنك المركزي يحمي هو كمان عملته اذا كان البنك الفيدرالي الامريكي يا مؤمن عاوز يحمي عملته ويقويها فرح رافع سعر الفايدة ربع في المية حلو؟ رحت انا جاي يعمل ايه؟ رفع انا كبنك مركزي رحت واخد قراري انا كمان برفع سعر الفايدة واحد في المية فانا احمي انا كمان العملة بتاعتي طيب هل انا حجم الاقتصاد بتاعي هو ربع حجم الاقتصاد الامريكي؟ لا اقل من كده بكتير وبالرغم من ذلك انا رفعت بس واحد في المية له اربع اضعاف الرفع العمل الفيدرالي الامريكي فانا باحمي هنا انا كمان بسياسة النقدية العملة بتاعتي بس كده لأ ده انا خدت قرار عظيم تثبيت سعر الدولار الجمركي يعني اي حد هيستورد اكل وشرب وسلعة استراتيجية زائد انتاج يعني مهمات انتاج سعر الدولار الجمركي بتاعه 16 جنيه هتروح تستورد اكل قطط ده موضوع تاني بقى حلو طيب احنا كدولة هل زي زي ما كنت قولك هل احنا لسه زي 2016 طبعا لا هل فيه في ده شيء جيد اوعى تظن ان فيه حاجة ما فيهاش ميزة هو دايما فيه ميزة لما سعر دولار يزيد تقول لها اقولولنا بقى سعر الدولار يزيد ده معناها انه صادراتك لازم هتزيد لانه اصبح سعر السلعة بتاعتك بسبب سعر العملة الصغير ده يبقى ميزة تفضلي اقدر اصدر اكتر هو دي الحقيقة ده الاقتصاد اللي بيقول مش يوسف مش الدولة المصرية مش اي حد ده الاقتصاد اللي بيقول الواقع الحقيقة الرقم الاقتصاد هو اللي بيقول كده طيب اذا شغلتنا ايه بقى احنا كلنا الدولة الدولة هنا بقى مش بس رئاسة الجمهورية والحكومة بمؤسساتها والاجهزة والمؤسسات احنا عندنا دور طيب تعالي ناخد دور المستثمر والمصنع المصري حسن من جودة انتاجك عشان تعرف تصدر اكتر صدرت اكتر كسبت اكتر وكسبت الدولة اكتر وبدأت توزن سعر الجنيه قدام الدولار بدأت توزن سعر الجنيه قدام الدولار وهنا قبل كده ما كانش عندي هذا الكم من المصانع عندي مصانع اكتر ما كانش عندي هذا القدر من امدادات الطاقة انا عندي طاقة تغطي اي مصنع في مصر كل المصانع اللي في مصر واللي هييجي خلال المستقبل زي ما فخامت الرئيس قال احنا بنشتغلش عشان النهارد احنا بنشتغل عشان الأجيال ما قالش حتى الجيل القادم الأجيال القادمة فانا أصبحت عندي ميزة بتقول انا قادر على الانتاج وعندي كل الأدوات اللي تساعدني على الانتاج كل اللي فاضل ان انا احسن مستوى الجودة بتاعي حتى يتوافق مع المتطلبات بتاعة التصدير الريكوايرمنتز زي اللي بتقال والله انا عايز اصدر لإفريقيا يبقى لازم اميت او اتفق مع متطلبات التصدير الى إفريقيا عايز اصدر لأوروبا يبقى لازم اتفق المعازلة عايز اصدر لأمريكا اللي تاني لازم اتفق معزلك اشف المعايير اللي هنا ايه وصدر على أساسها كده هتوزن نفسك طيب انا وانت دورنا نعمل احنا مواطنين انا موظف بالمناسبة زي زيك بالزبط تبينوا يا عم اصل مرتبة يا عم والله العظيم موظف والنعمة موظف ابن موظفين حلو كده طيب احنا دورنا ايه لا يا عم احنا لا دورنا هقولك ولا نعمل مربة في البيت ولا هنعمل صلصة في البيت ولا اي حاجة خالص كل دوري ان انا هقلل حجم استخدامي للمستورد زي ما يطلع ايه هو ماليش فيه ده قرارك انت راجل وسيدة فاضلة بتديره منزل قلل حجم المستورد الى ادنى قدر ممكن ادنى قدر ممكن بس كمان ده بيخلينا عود افكر معاك بصوت عالي لما سعر الدولار الجمروكي 16 جنيه زي ما هو على السلع الاساسية والاستراتيجية ومتطلبات الانتاج هو اللي بيرفع سعر بيرفع السعر ليه يعني لو عربية بيتم انتاجها او تجمعها او تصنع سمي زي ما تسمي في مصر يعني على سعرها ليه سؤال طيب حلة مكنة متجاز تلاجة زي ما يطلع سعرها بيزيد ليه هنا اصبح اللعبء كبير على حضرتك في انك ترفض انك تشتري منتج بهذا الشكل طالما انه اللي عاوز يبيعهولك يمارس شكل من اشكال اللصوصية والاحتيال والاستلاء على اموالك وتبلغ جهاز حماية المستهلك فيصبح هناك عبءا اخرى على الجهاز قادر باذن الله سبحانه وتعالى وانتساقين من حسام ده يقول لك يا جماعة بلغونا تجدوا ما يصركم هتلاقيهم بيشتغلوا باديهم واسنانهم جايب لك حقك لحدة عندك بالمناسبة اللي هيرفع اسعار اللي هيرفع اسعار بالتناقض مع سياسات وقرارات الدولة هيدب غرامة تخض انا عندي مثلا سؤال هو ايه القصة بتاعت ان احنا بنستورد ملابس من برا يعني انا بنتج قطن وعندي مصانع غزل ونسيج وبروح استورد ملابس من برا شيء شديد الغرابة شديد الغرابة الوضع اللي احنا فيه ده السنة دي وانا اظنها اقل من السنة بس السنة دي تساوي ايه تساوي كم تصدير مهول ان اردنا الكورة في ملعبنا هنا الكورة في ملعبنا الدولة عملتلك مجموعة من الميزات في قرارات النهاردة بتقولك شغل مصنعك وليك ميزة بيع منتجك وصدر وليك حوافز ضربية واعفاءات اشتغل على استثماراتك في البورصة وظبط رأس مالك وكبر شركاتك وليك ميزة بتصل لخمسين في المية من الارباح الرأس مالية خاصة اخصم لخمسين في المية من ارباحك الرأس مالية وانت بتشتغل في البورصة فيجي السؤال ايه اللي انت عايزه تاني ده انا بعمل لك الدلع الدلع ده كده المستثمر المواطن معاش هيتصرف بدري عن مواعيده او زيادة المعاش تصرف بدري عن مواعيدها بتلاتة شهر مرتبات بدري عن مواعيدها في الزيادة تحديدا تلاتة شهر فالدولة تقرنا تضخ من الفلوس عشان خطر حداتك تقدر تقف على رجلك شوية طيب ما هو اسعار الدولار او بتضحق الدولار اللي زاد ده يخدني ده انا كنت ما حوش ارشين للعيال على جاب هو الدولار زاد قد ايه النسبة زاد قد ايه 17% الشهادة بتاعت سنة كم في المية 18 كده ليك 1% زيادة يعني عمليا القرشين اللي انت كنت حطاتهم تحت البلطة روح بس عاملهم شهادة هي سنة شوف ده مجرد توقع بسيط جدا توقع حاجة كده في دماغي الدولار مش هيضل 1845 ليه بقولك الكلام هيقل ليه امتى معرفش ازاي لانه فيه اجراءات بتتخذ طيب انت اتعاملك او انت انت المواطنة هو احنا كلنا مصر كلها كلها خدت اجراءات اسمها اعادة الهيكلة الاقتصادية انا عايزك تفتكر نوفمبر 2016 كان الدولار بالسعر ده لو انت فاكر يعني صح اه اه شفت يوسف قال رجعنا ل 2016 بس اتقال عليا وقتها الرئيس قال الاجراءات اللي هتتخذ في مصر اقتصاديا ونقديا هتخلي الناس تجري تبيع الدولار تاني ناس كتير ما صدقتش يناير 2019 احنا القرار بتاع التعويم في 2006 كان في نوفمبر 2016 عدينا 17 كلها 18 كلها ادي سنتين تخافش يا طه مش هنضيع عشان الوقت جايين حالا هنروح لأم الكل يناير 2019 الدولار 12 جنيه دي السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية اللي تم اتخاذها في مصر احنا في مصر مش مسؤولين عن الكورونا ولا عن الحرب ولا عن القرار اللي خدوا الفيدرالي الامريكي ولكن احنا مسؤولين اني نحمي حضرتك قدر الامكان احنا مين يا عم يوسف احنا كلنا هنقعد نحمي بعض احميك وتحميني خف شراء مستورد اشتري محلي بعد اذن حضرتك وما تكترش في شراء اي شيء على قدك هنروح لتقرير ام الكل كل سنة وكل ام طيبة خلونا نشوف ام الكل المكافحة الشقيانة النهاردة واحدة من الامهات المصريات الجمدات العتيدات بالمناسبة اصلا كنت ناوي النهاردة اصطديف امي او الله يا العظيم بس بقى جات الحاجات دي كلها وقلنا لا امضطرين ان احنا نقعد نحكي مع حضرتكم في الاقتصاد علشان حضرتك تبقى فاهم لا بقولك اطمن ولا بقولك خاف وبالمناسبة المسألة بتاعت يا جماعة اتعال ونحضركو لما مش حاجة يصبر حضرك لما هو قادم هي فيش مصيبة دي تقولي كل دا انت قصلكم مش حاسين بالناس لا ما هو لو احنا مش حاسين ممكنش بنتكلم بدا ما انا زي زي حضرتك انا كمان بتأثر بدا ايا كان كلنا بنتأثر لكن لازم تبقى فاهم ايه اللي بيحصل فلا تفقد الثقة بكلام شوية عيال او باش يقولك اصطل الاقتصاد هش هش وبصرف لك الزيادة بتاعت المعاشات بدري هش وبصرف لك زيادة المرتبات بدري هش وبعمل لك اجراءات لحمايتك في الاستثمار في البورصة والاستثمار الصناعي واستثمار على الارض وكده اقتصاد هش ما الاقتصاد القوي بقى ايه